بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا الدكتور احمد عطية دهشان رئيس الجامعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية النهاردة يا جماعة جاينا نتكلم معاكم عن مشكلة الديدان في الامعاء ناس كتيرة جدا ان تجي للعيادة دكتور ابني ما بيقولش ابني ما بيعودش على الاكل ابني مش باين عليه كل الاطفال اللي في نفسه عمره وجسمهم كده كويس وامرابرابين وصحيتهم كويسة لكن انا ابني صحيته مش كويسة ما يعرفش ايه السبب علشان كده جاينا نتكلم معاكم بشكل مفصل عن كل ما يخص تشخيص الديدان عند الاطفال وكل ما يخص علاج الديدان عند الاطفال لكن هنتكلم عن اشهر الشكاوى شيوعا عندنا في الهيادات امتى اقول ان طفلي عنده ددان العراض او الشكاوى الاكثر شيوعا في الهيادات تقول يا دكتور ابني عنده اسهال عنده دم في البراز عنده هرش مستمر عند فتحة الشرك عنده مغس مستمر عنده سايلان في اللعاب عنده تعانية عنده انيب هذي هي ديت اللي بشكل ما بدأه اقدرنا ان شخص ان هو عنده ديدان نتيجة وجود هذه الاعراض نبدأ بقى نتكلم بشكل مباشر عن العلاج طب يا دكتور انا اعليك ازاي لازم نعرف نوع ديدان اللي موجوده اكيد لكن النهاردة هنتكلم معاكم عن اشهر نوعين طبعا بنعمل فحص البراز علشان نتأكد ايه النوع اللي موجوده عنده بالظبط وبناء على النوع اللي موجوده عنده نقدر نكرر ايه الدواء الانسب للطفل نفسه يب اول حاجة بنعمل فحص البراز وجدنا هذه الاعراض موجودة بنعمل فحص البراز علشان نشوف ايه الانواع النوع اللي موجودة عندنا وبناء على النوع بندي له الدواء الانسب ليه كده كويس لحد هنا كده كويس تعالا نتكلم بقى معاكم عن اشهر نوعين بتقابلنا في العيادات نوع الاول اللي هو الاميبة ما نيجي نتكلم عن الاميبة نتكلم عن العلاج بتاعها انا خلاص عملنا التشخيص بتاعنا من خلال فحص البراز بتاعنا وجدنا ان بالفعل الطفل عنده اميبة طب ايه هو الدواء الانسب اللي احنا بندهوله في حالة الاميبة في حالة الاميبة بنده حاجة اسمها المترونيدازول طب يا دكتور الجرعة بتاعته بتكون 50 ملي جرام لكل كيلو جرام لكل يوم لطفل المدة اسبوع بشكل بسيط علشان الناسبة تطلع بطش احنا دلوقتي عندنا طفل 10 كيلو جرام وخلاص تأكدنا اللي هو عنده اميبة من خلال فحص البراز اللي احنا عملناه يبديله 50 ملي جرام لكل كيلو جرام لهو عنده 10 كيلو جرام من وزنه يبقى بنضرب 50 في 10 يطلع لنا 500 ملي جرام يبقى احتياجه اليوم من مترونيدازول 500 ملي جرام يوم الدبوسية. اما نيجي نتكلم عن الديدان الدبوسية بنقول اه لو احنا وجدنا في الفحص البراس بتاعنا ان هو عنده ديدان دبوسية نقدر نقول ان احنا بناخد مادة فعالة اسمها البندازول. المادة الفعالة دي بناخد منها اه تركيز متين. اه ده بناخد ارسين مرة واحدة في الاسبوع. ارسين ارسين مرة واحدة اسبوعيا لمدة تلات اسابيع. ده بشكل بسيط قوي. اه نتكلم معكم عن اشهر نوعين بنقبلهم في العيادة زي الاميبة. قلنا لو فيه اميبة بندي المادة الفعالة اسمها المترونيدازول. بندي خمسين ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم لكل يوم لمدة اسبوع واحد فقط. اما بالنسبة لو طلع عندنا ديدان دبوسية بندي مادة اسمها البندازول. البندازول دي بناخد ارسين مرة واحدة اسبوعيا لمدة تلات اسابيع. وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا النهار. كان فيها معلومات قيمة جدا. يلا بقى دلوقتي نكتب آآ نكتب النوعين على الصبور او نكتب المواد الفعالة بتاعتنا آآ ونكتب ازاي نحسبها آآ بس على الصبورة آآ وبعدين نختم الحلقة بتاعتنا. بس قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا عايز كل الناس ننزل دلوقتي حالا في معلومات قيمة في هذا البتاع في هذا الفيديو. بنعطيكم اسرار المهنة. ما دمنا نعطيكم اسرار المهنة. انزلوا دلوقتي حالا نعملوا لايك. شاركوا الفيديو. فدال على الخير كفاعله. آآ شكرا لكم كان معاكم دكتور احمد عطية الدهشان رئيس الجماعية الطبية العمومية للتغذية الالاجية. دمتم بصحة وعافية. اول حاجة جماعة تكلمنا فيها النهاردة تكلمنا عن الاميبة. قلنا في حالة الاميبة هنكتب حاجة اسمها مادة فعالة اسمها الميترونيدازول. الميترونيدازول ده عبارة عن اقراس. وبننبه ان الميترونيدازول بنقول الاطفال فوق الست سنوات. وبالنسبة للاركت. لكن من اشهر الحاجات اللي موجودة في حاجة اسمها الفلا جيل. فلا جيل ده آآ منه تركيزات مسلا فيتو خمسمية ده تابلت. احنا قلنا الجرعة بتاعتنا بتبقى ازاي? زي ما احنا كاتبين هنا هو. الجرعة بتاعتنا بتبقى خمسين ميلي جرام لكل كيلو جرام لكل يوم. يعني لو طفل مسلا عشرين كيلو. يعني بنضرب عشرين في آآ اللي هو احنا قلنا هو الوزن بتاع عشرين. بنضربه في الخمسين ميلي. يبقى عشرين في خمسين هدينا الف ميلي جرام. يبقى احتياجنا يعني ده لو الفلاجيل ده او الميترونيدازول ده تركيزه خمسمية يبقى الطفل محتاج ياخد قرصين يوميا. طفل مسلا عشرة كيلو يبقى بنضرب عشرة في خمسين بدينا خمسمية يبقى احتياجه يوميا. طب لمدة قد لمدة اسبوع واحد فقط نقدر نستطيع نتخلص من الاميبة اللي موجودة في الامعاء بتاعت الدبوسي. ما نيجي نتكلم عن الددان الدبوسية اقولها بندي المادة الفعال اسمها البندازول. البندازول بشكل بسيط ده بناخد قرصين مرة واحدة اسبوعيا لمدة ثلاثة اسبوع. يعني كل اسبوع بناخد قرصين. كده يا جماعة بشكل بسيط. اتكلمنا عن رشدة بتاعتنا بشكل تام.